إصرار أمريكي على قطع أي طريق قد يساعد روسيا في الانتصار بحربها في أوكرانيا وتأكيدات بأن الاستسلام للعدوان الروسي على أوكرانيا أكثر كلفة من مواجهته مساعدات أمريكية جديدة لكييف تلبي احتياجاتها في مواجهة موسكو وتنسيق مع دول حليفة منتجة للطاقة من أجل إمداد الدول الأوروبية بالغاز وذلك بعد تهديد موسكو بقطع إمدادات الغاز عنها فما أثر قرارات بايدن الجديدة بتعزيز الدعم الأمريكي المقدم لأوكرانيا وما مدى التنسيق مع الدول الحليفة بشأنها الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة بشكل كامل إلى جانب أوكرانيا في التصدي للغزو الروسي وهي مصرة على تقديم كافة أنواع الدعم المادي والعسكري والإنساني لتحقق كياف انتصارها المنشود هذا هو جوهر الطلب الأخير الذي يتوجه به الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكونغرس لتشريع إنفاق مبلغ إضافي لدعم أوكرانيا وذلك بعد نفادي مبلغ المليارات الأربع عشرة المرصودة في وقت سابق فكلفة الوقوف مع الأوكرانيين في هذه المعركة وفق الرئيس الأمريكي تظل مهما ارتفعت أقل من كلفة الاستسلام للعدوان الروسي نحتاج إلى هذا التشريع لمساعدة أوكرانيا على القتال من أجل الحرية تكلفة هذه المعركة ليست رخيصة لكن الاستسلام للعدوان سيكون أكثر كلفة وإذا نحن وقفنا جانبا فإن روسيا ستستمر في عدوانها علينا كبلاد حرة المساهمة بالتمويل والسلاح والدعم الاقتصادي لإضفاء مغزا على قتال الأوكرانيين وهذا التشريع يجب أن يمر في أسرع وقت ممكن فنحن استنزفنا المساعدات التي أرسلناها سابقا وهذا اضطرني لطلب توسيع صلاحياتي من أجل جعل المساعدات تتدفق على أوكرانيا من دون انقطاع لأمد طويل بايدن أكد كذلك أهمية عدم الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا مشيرا إلى أن التشريع المقترح سيتكفل بالتأكد من مصادرة أملاك من وصفهم بحفنة اللصوص الأوليغارشيين وبايع ممتلكاتهم واستخدام عائداتها لمساعدة أوكرانيا بايدن حذر كذلك موسكو من مغبة استخدام الطاقة كسلاح روسيا هددت دولتين أوروبيتين حليفتين بوقف إمدادات الطاقة وأنا أدرك أن بعض الدول الأوروبية تواجه تحديات في تخفيف الاعتماد على الطاقة الروسية رغم أن روسيا لم تعد مصدرا موثوقا لتوريد الطاقة أنا أطمئن الجميع أن الأوروبيين سيكونون في وضع جيد فالمهم هو وقف استخدام الطاقة كسلاح في يد الروس روسيا لن تخرج من دائرة العقوبات من بوابة الطاقة ونحن نعمل مع دول أخرى منتجة للغاز من أجل دعم الدول الحليفة على الخروج من دائرة الابتزاز الروسي الرئيس الأمريكي تعهد كذلك بدعم الانتاج الزراعي في الولايات المتحدة ردا على ما تسببت به الحرب من انقطاع في المواد الغذائية حول العالم ومن تضرر في سلاسل التوريد التي أثرت سلبا على الأمن الغذائي حول العالم للحديث أكثر مشاهدين معنا من مدينة الفيف غربي أوكرانيا المتحدة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية يوري ساكا سيد ساكا أهلا بك معنا هل تلبي هذه المساعدات المليارية التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن تطلعات أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي خاصة في الهجمات التي تشنها في الجنوب وفي الشرق بالطبع نحن ممتنون للولايات المتحدة لدعمها خاصة لأنه ونحن نتحدث الآن أود أن أقول لك الأمين العام للأمم المتحدة موجود حاليا في كيف عاصمة أوكرانيا وكأمين عام للأمم المتحدة أثناء زيارته روسيا قبل ربع ساعة ضربت صاروخ على منطقة سكنية في كيف وليست لدينا أي فكرة عن عدد الضحايا هذه جريمة حرب أخرى وأنا أكرر جريمة حرب ترتكبها دولة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي بينما الأمين العام للأمم المتحدة موجود في كيف إذن أخذين بعين الاعتبار الفضائع التي ترتكبها روسيا نحتاج لكل المساعدة الدولية التي يمكن الحصول عليها كي يوقف بوتين حربه العدوانية وكي نطرد العدو ونحمي المدن الأوكرانية والشعب الأوكراني وأوروبا أريد أن نعيد ما ذكرته سيد يوري ساك بأن ضربة روسية قبل قليل وقعت في العاصمة كييف لمنطقة سكنية لا تعلمون حتى الآن أي معلومات عن عدد الضحايا الذين سقطوا مع وجود الأمين العام للأمم المتحدة حاليا في العاصمة الأوكرانية كييف الجانب الأوكراني أريد أن أسأل طالما تحدث عن حاجته مرارا وتكرارا لمعدات ثقيلة لمضادات الطيران وما شابه من هذه الأسلحة هل وصلت مثل هذه الأسلحة إليكم الآن خلال الأسبوعين الأخيرين رأينا تغيرا كبيرا وتحولا في موقف الحكومات الدولية وشركاؤنا فيما يتعلق بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بدأنا في تلقي المدفعية ومدافع هاوتسور عيار 155 مليمتر وسمعنا حكومات أخرى تتعهد بتزويدنا بدبابات وأنظمة مضادة للطائرات وصواريخ مضادة للسفن وأنا أكرر الآن وهذا ما نستمر في قوله في أوكرانيا إذا أردت أن تحمي مستقبل أوروبا هذه ليست حربا ضد أوكرانيا يقودها بوتين وإنما حرب من جانب الكريملين على العالم المتحضر وكما قال رئيسنا زيلنسكي هدف الكريملين ليس فقط أوكرانيا هدف الكريملين هو تعطيل وتدمير أوروبا والديمقراطيات الأوروبية قدر الإمكان وبالطبع أوكرانيا هي التي تحمي الجناح الشرقي لأوروبا الجناح الشرقي لدول الناتو لهذا السبب ولأننا نحمي الحدود الأوروبية نحتاج أن تكون لدينا الأدوات التي تمكننا بفعالية من حماية هذه الحدود تحدثت عن وعود من الدول الحليفة لأوكرانيا بتقديم المزيد من الأسلحة خصوصا تلك التي تحتاجون إليها بالفعل في أوكرانيا هل يجري الحديث أيضا عن إيجاد الطرق بديلة لإيصال هذه الأسلحة بعد أن قصفت روسيا ربما منافذ الأسلحة التي تصل إليكم القيادة العسكرية الأوكرانية والقيادة السياسية تتخذان كل الخطوات الضرورية للتأكد من أن كل قطعة معدات تحصل عليها أوكرانيا من الحلفاء الغربيين تذهب مباشرة إلى ساحة القتال لا نستطيع أن نكشف أي تفصيلات بشأن كيفية الحصول على هذه الأسلحة ولكن أؤكد لكم أن هذه الأسلحة تذهب مباشرة إلى ساحة القتال وتعزز قدرات القوات الأوكرانية على طرد العدو ذكرت قبل قليل وجود الأمين العامل الأمم المتحدة في كييف وأريد أن أنقل ما قاله خلال تجواله في هذه المدينة قال سنواصل فرض ضغوط قصوى على بوتين على الرئيس الروسي وهناك إمكانية لامتداد الحرب لسنوات يذكر بأن هذه الحرب قد تمتد لسنوات ولا أفق لانتهائها بالوقت القريب كيف يمكن أن نصف الاستعداد الأوكراني لمثل هذا التصريح أو هذا التنبؤ بأن الحرب قد تدوم لسنوات ليس من الممكن التنبؤ بسرعة ومتى تتوقف هذه الحرب خلال زيارته لكييف والتقائه مع رئيس أوكرانيا السيد زيلنسكي السيد جوتيريش قال أن الأمم المتحدة مستعدة لتصعيد تدخلها وانخراطها في هذه الحرب ونحن نأمل أن الأمم المتحدة ستتمكن من تسهيل إقامة ممرات إخلاء خاصة من ماريوبول وقد رأينا منذ اجتماع الأربعة زائد لوزراء الدفاع في ألمانيا هناك إجماع متنام في أوروبا أن أوكرانيا ستحصل على أكبر قدر من الأسلحة الثقيلة اللازمة لإنهاء هذه الحرب واستعادة السلام وبالطبع كلما أسرعنا في الحصول على الأسلحة كلما كان عدد من يقتل أقل ويمكننا إنهاء هذه الحرب بسرعة ولكن حاليا ليس من الممكن التنبؤ بمتى تنتهي هذه الحرب نتنبأ بكل تأكيد ولكن نحن متأكدون من إصرار وعزم الجيش الأوكراني على الدفاع عن البلاد وطرد المحتلين سنفوز بدعم من شركائنا الدوليين هذا أمر حتمي اسمح لي أن أسألك عن الوضع في ماريوبول ومن تبقى من القوات الأوكرانية المحاصرة في معمل أزوفستال هناك من خلال تواصل القيادة الأوكرانية مع هؤلاء كيف يمكن أن نصف أوضاعهم الآن الموقف في ماريوبول لا يزال صعبا وخلال آخر 24 ساعة القوات الروسية المعادية قصفت أزوفستال على الأقل 50 مرة قصف أزوفستال يتم بقنابل ثقيلة تطلق من قاذفات استراتيجية هذا غير مقبول وهذا استمرار لجرائم الحرب التي ترتكبها روسيا رغم حقيقة وقد وعدوا خاصة قادتهم قالوا إنهم سيوقفون الهجوم على أزوفستال ولكن هذا غير صحيح لأن الهجوم على أزوفستال لم يتوقف لساعة واحدة اليوم دمروا كلية المستشفى في أزوفستال مستشفى حيث الكثير من الجرحة يتم علاجهم حاليا هناك أكثر من ألف مدني لا يزال في محاصرين في أزوفستال يجب أن يتم إجلاؤهم فورا وممثلو الأم المتحدة اليوم بعد الاجتماع بين جوتيريش والرئيس زيلنسكي قالوا هناك مدينة مجاورة ويحاولون إخلاء هؤلاء إلى المدينة المجاورة ولكن نتيجة لارتكاب جرائم الحرب والقصف المستمر لأزوفستال الوضع لا يزال خطيرا شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة ضيفي من الفيف غربي أوكرانيا المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية يوري ساك